اشتركوا في القناة اكملان على سيد عدنان سيدنا محمد خير الانام لبنة التمام ومسك الختام وعلى آله وأصحابه ذوي التقى والفضل والإحسان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني افقه قولي إن أريد إلا لإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد أيها الإخوة الكرام ما زلنا في موضوع التزكية وما زلنا في المدخل الذي منه ندخل إليه وهذا المدخل الذي يتلخص في تلك المبادئ العشرة التي أولها حد هذا العلم وتعريفه وثانيها موضوعه وثالثها ثمرته وما زلنا مع هذا المبدأ الثالث الذي هو ثمرة هذا العلم وقد ذكرنا أن ثمرة هذا العلم فيه ما هو معجل للمتحقق به في هذه الدنيا وتلك هي البشارة الأولى وفيه المؤجل الذي يثمره هذا العلم لصاحبه بعد رحيله من هذه الدنيا وتلك هي البشارة الآجلة والبشارتان هم اللتان قال الله فيهما لهم البشارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة فأب الله إلا أن يعجل لعباده الصادقين بشارة عظيمة في الدنيا يفردهم بها ويخصهم بها يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثم يدخر لهم تلك البشارة العظيمة التي هي أعظم بشارة وأجل بشارة إنها بشارة جنات النعيم وبشر الذين اتقوا وبشر الذين اتقوا ربهم وهذا في القرآن متكرر تبشير المؤمنين بتلك الجنان الجنان وهي جنان الخل الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ثم كنا نتحدث في المجلس السابق عن هذه الثمار العاجلة التي تتحقق للعبد هنا في الدنيا وذكرنا طائفة من تلك الثمار منها إثارة الحنين والشوق إلى وطن العبد الذي هو منازل الجنان ومنها الصبر وما أدراك ما الصبر الذي هو صفة من صفات أهل الجنان ومنها الرضا وما أدراك من رضا الذي هو صفة من صفة عباد الرحمن ومنها كذلك الحب الذي انتهى إليه مجلسنا السابق الحب الذي إذا حل بالقلب حلت به الخيرات والبركات فصاحب القلب المحبي لا يعيش أزمة نفسية أبدا ولا يعرف جفاف روحي أبدا فالقلب مغمور بذلك الحب الذي ليس له نهاية ولا حد وأول حب يتنزل في قلب من تحقق بهذا العلم هو حب الله وهو أصل الحب الذي يتفرع منه كل حب فمن وجد حب الله وجد كل حب من المحبوبات ومن فقد حب الله فقد المحبوبات كلها فقد المحبوبات كلها وإن ظن أنه قد حصل على شيء من الحب فلم يعرف الحب بعد فلا يعرف الحب إلا من عرف الله ولذلك قال القائل من وجد الله وجد كل شيء ومن فقد الله فقد كل شيء وقال الآخر ماذا فقد من وجد ك يا الله وماذا وجد من فقد ك يا الله ماذا فقد من وجد ك يا الله وماذا وجد من فقد ك يا الله من كل شيء إذا فقدته من كل شيء إذا فقدته وجدت له عوضا وليس من الله إن فقدته عوض ولذلك عندما وجدت إحدى الصالحات هذا الحب الذي غمر قلبها عبرت عنه ببيات رقراقة جميلة رائعة فقالت ويتناجي ربها بهذا الحب يا حبيب القلوب أنت الحبيب أنت أنسي وأنت مني قريب يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب طلعت شمس من أحب بليل واستنارت فما تلاها مغيب إن شمس النهار تغرب ليلا وشمس القلوب ليست تغيب وإذا ما الليل أسدل ستره فإلى ربها تحن القلوب يا حبيب القلوب أنت الحبيب أنت الحبيب حقا هذا هو الحبيب حقا فمن لم يحب الله فلا يعرف الحب أبدا أنت أنسي وأنت مني قريب يا حبيب يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب طلعت شمس من أحب بليل محبون تطلع شمس قلوبهم تطلع شمس قلوبهم حين تغيب شمس النهار وذلك لأن شمس القلوب تشرق عليها كلام علام الغيوب وما أعظم إشراق القرآن وأنوار القرآن عندما تتجلى على قلبي من تدبر القرآن ومن وعى القرآن ومن كشف له عن حقائق القرآن من كشف له عن حقائق القرآن فهذا هو الواجد في حقيقة الأمر وغيره هو الفاقد غيره هو الفاقد فالواجد هو من وجد هذه الحقائق والفاقد هو من فقد هذه الحقائق فهذا هو الواجد حقا عندما تغيب هذه الشمس التي تضيء للناس نهارهم وتطلع الشمس القلوب التي تضيء لأهل القلوب ليلهم فتشرق تلك الشمس بالليل ليروا من خلالها حقائق كلام رب العالمين فيقفون مع كل آية وقوف المتلهف المحبي ينظر إليها نظرة العارف وينفذ إلى حقائقها بنفاذ البصيرة فيبصر يبصر ما لا يبصر غيره ولذلك قيل في هذا البيت إن شمس النهار تغرب ليلا وشمس القلوب ليست تغيب وإذا من ليل أسدل ستره فإلى ربها تحن القلوب وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تدجافى جنوبهم عن المضاجة يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناه ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مومنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات مأواة نزلا بما كانوا يعملون إنه الحب وما أدراك من الحب الحب الذي ذاقه أولئك وعرفوا حقيقته وعاشوا به فرحين مستبشرين في جنات قبل دخول الجنات كما قال أحدهم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة قيل له وما هذه الجنة قلي الأنس به الأنس برب العالمين الأنس بصفاته الأنس بإسمائه الأنس بكلامه كانت الآية الواحدة تشد هؤلاء شدا وتأسيرهم أسرا وتأخذهم إلى الله أخذا آية وحدة كان أحدهم ربما قام ليلة واحدة بآية واحدة ليلة كاملة ليلة كاملة بآية واحدة فهذا تميم الدار يقوم ليلة كاملة بآية واحدة محسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون محسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون آية واحدة فتح له فيها وأشرقت على قلبه شمسها وأنوارها فبات يردد هذه الآية كلما رددها كلما استخرج منها كلما تلاها كلما امتص قلبه منها فهذا من نتائج وثمار هذا العلم هنا في هذه الدنيا المعجلة لهؤلاء الصالحين الصادقين من عباده ومن هذه الثمار أيضا ثمرة جمعية القلب على الله ثمرة جمعية القلب على الله جمع القلب على الله وما عظم هذه الثمرة فإن القلوب اليوم إلا من رحم الله أصبحت متشتتة في كل وعد فيصبح لإنسان والقلب متشتت ويمسي والقلب متشتت في هذه الدنيا في أودية كثيرة ولكن الصادقين من عباده الذين تحققوا بهذا العلم قد جمعت قلوبهم على الله وهذا ما يسمى عند هؤلاء بالجمعية أي جمعية القلب على ربهم وذكر نلقيم رحمه الله في زاد المعاد قصة لشاب جمع الله قلبه على هذا المعنى وعلى هذا العلم فذكر أن وفد من تجيب من بلاد اليمن كان متكون من ثلاثة عشر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون إسلامهم فجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم مدة قليلة من الزمن لأنهم أرادوا أن يعودوا إلى قومهم ليفقهوهم وليعلموهم وليدعوهم إلى الإسلام فودعهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يودع الوفود ويجيزهم بأحسن الجوائز فلما غادروا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل معكم من أحد لم يأتي إلينا قالوا نعم يا رسول الله هناك شاب تركناه في رحالنا فقال إذا ذهبتم إليه مروه ليأتي إلينا فلما ذهبوا إلى رحالهم قالوا للشاب اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذ جائزتك كما أخذناها فجاء هذا الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحياه عليه الصلاة والسلام بخير تحية ثم قال يا رسول الله إن قومي وإن أتوك طائعين مسلمين وجاءوا بصدقاتهم فإن حاجتي ليست كحاجتهم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما حاجتك قال حاجتك أن تدعو الله لي أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غناية في قلبي انظروا إلى الذين يبصرون انظروا إلى الذين يعرفون ما الحاجة ما الحاجة ليس كل حاجة حاجة وإنما الحاجة شيء آخر شيء آخر عند العارفين لأن الحاجة على حسب الهمة فكلما ارتقت الهمة ارتقت الحاجة أصحاب الهمم حاجتهم عالية جدا ليست كحاجة غيرهم شتان بين حاجة وحاجة شتان بين قلوب وقلوب قلوب تجول حول العرش وقلوب تجول حول الحش أكرمكم الله شتان بين قلوب تجول عند عرش رب العالمين سبحانه وتعالى وبين قلوب تجول في التراب بين قلوب منوطة بالثريا وبين قلوب متدسية في التراب شتان بين الثرى والثريا شتان بين السماء وبين الأرض ما حاجة هذا الشاب لا يلتفت إلى الدنيا حاجته في هذه الدعوات المباركات التي يريد أن ينالها في سفره هذا فهو المسافر النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة حاجة عادية إنما سافر ليأخذ هذه الدعوات المباركات ما حاجتك قال حاجتي يا رسول الله أن تدعو الله لي بماذا أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غناية في قلبي هذه كحاجة ربيعة بن مالك الأسلمي الذي كان في حراسة الليلية مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في تهجد وتعلق بربه إذا به يرى أبواب السماء قد تفتحت لرفع الدعوات فالتفت إلى ربيعة وقال يا ربيعة سل قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة فقال له الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك يا ربيعة قال هو ذاك يا رسول الله هل عندك حاجة أخرى غير هذه الحاجة قال هو ذاك يا رسول الله هذه حاجتي التي أرصدها والتي أنشدها والتي أصوب كياني كله أصوب كياني كله لها هي وجهتي هي هدفي هي ضالة المنشودة تحديد للهدف تحديد الهدف النبي العالي الذي هو أرقى هدف وأرقى ضالة المنشودة هو ذاك يا رسول الله فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أعني على ذلك بكثرة السجود إنها حاجة عالية إنها حاجة رفيعة سامية تحتاج إلى صعود والصعود إليها يكون بسجود هنا كذلك هذا الشاب الكريم يحدد حاجته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو له المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم غفل له وارحمه واجعل غناه في قلبه ويرحل الشاب مع رفقته عائدا إلى اليمن وتمضي سنون ويعود ذلك الوفد في السنة العاشرة في حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم السنة العاشرة من الهجرة ويزور الوفد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالة هذا الشاب فيقول أين فلان أين الشاب الذي كان معكم في السنة التي وفدتم علينا فيها فرسول الله الحبيب المصطفى المربي يتتبع أصحابه بالتربية والرعاية فلا ينساه وقد مضت السنون فيقولون يا رسول الله ما رأينا أزهد منه والله لوزعت الدنيا لوزعت الدنيا فاقتسمها الناس ما التفت إليها ولا نظر إليها لوزعت الدنيا كلها وجاء الناس يقتسمونها ليأخذ كل واحد منهم جزءها أو حظه منها قال قالوا والله ما التفت إليها ولا نظر إليها فماذا قال مصطفى صلى الله عليه وسلم هذا هو محل الشاهد الذي من أجله سقنا هذه القصة قال إني أرجو أن يموت جميعا إني أرجو أن يموت جميعا كيف يموت جميعا يموت وقلبه مجتمع على الله هذه الجمعية لأن هناك من يموت هو متشتت القلب وله في كل واد حاجة فكثرت حاجاته المادية وحاجاته التي تعلق بها ويحاجة الفاني وكل الذي فوق الطراب طراب أما حاجة الشاب فقد جمعها في شيء واحد أن يغفر الله له ويرحمه ويجعل غناه في قلبه وهذا هو الغنى الحقيقي لأن الغنى لا يكون بالشيء وإنما يكون عن الشيء فالإنسان لا يستغني بالدنيا وإنما يستغني عن الدنيا الناس يظنون أن الغنى يكون بالدنيا لا الغنى إنما يكون عن الشيء بالله عندما استغني بالله عن غيره فذلك هو الغناء أما الدنيا فلا يمكن أن تملأ فراغ القلب لأن في القلب فراغا لا يملأه إلا حب الله يا ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك فبحق عليك لا تشغل نفسك بما خلقته لك عما خلقتك له يا ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب وتكفلت لك برزقك فلا تتعب يا ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء فهذا هو الثمر الحقيقي والثمرة الحقيقية والنتيجة الحقيقية التي هي نتيجة هذا العلم هو جمعية القلب على الله ثم 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 ثمرة أخرى وهي ثمرة لذة بالمقدور المكروه للنفس لذة المقدور التي تكرهه النفس من تحقق بعلم التزكية صارت المكاره كلها التي تكرهه النفس لذا إذا يتلذذ بها كيف يتلذذ بها نعم يتلذذ بالمكاره ولذلك فإن إحدى الصالحات كان قد قطع أصبعها فلما قطع أصبعها أخذت تضحك وتبتسم فرحة مسرورة مستبشرة أحد الحاضرين تعجب كيف يقطع لهذه الأمة أصبعها ثم تبتسم وتضحك تعجب هذا المسكين لأنه لم يذق ما ذاقت هذه العارفة الصالحة فسألها قائلا أتضحكين وقد قطع أصبعك قالت نعم سألها قالت سأجيبك على قدر علمك ستجيبه إجابة على قدر ما يفهم أما حالها هي فهو أعلى من حوي صلات هذا المسكين ستجيبه على قدر حوي صلات لأن حوي صلته لا تستطيع أن تدرك إلا على هذا القدر الذي ستجيبه به قالت حلاوة ثوابها أنستني مرارة فقدها هذه الآن أدركت بالتحقق بهذا العلم حلاوة هذا المكروه لنفوس الناس فانقلب هذا المكروه الذي تكرهه النفس إلى حلاوة ولذة ومن ذلك ما وقع لعروة بن الزبير رحمه الله تعالى ورضي عنه هذا العارف الزاهد العالم القائم الصائم الذاكر لربه الذي لا يستطيع أن يفطر عن ذكر ربه لا يستطيع أن يفطر عن ذكر ربه طرفة عين فإنه رحمه الله تعالى كان قد ذهب في سفر وأصيب بقرحة في رجله وبدأت القرحة تتمدد في الرجل حتى تعفنت الرجل فلما عرض على الأطباء قالوا له لا بد أن تبتر الرجل ولكن لتبتر الرجل لا بد من أن تتناول مخدرا لأننا لا نستطيع أن نبترها إلا إذا تناولت مخدرا حتى لا تشعر بالآلم فقال رضي الله عنه لا أستطيع أن أتغيب عن ذكر ربي طرفة عين فقالوا له وما الحل حينئذ قال لهم دعوني أدخل في الصلاة فإذا كنت ساجدا بين يدي ربي فاخذوا رجلي وافعلوا بها ما تشاه فإني إذا دخلت الصلاة لم أعد أشعر بشيء فتركوا حتى إذا دخل في الصلاة واستغرقت روحه بين يدي ربه عرجت إلى الله عز وجل لتجول في ملكوت السماوات والأرض أخذوا الرجل ثم بتروها ثم حسموها بالزيت فلما خرج من صلاته إذا به رحمه الله تعالى يقول لهم هل بطرتم الرجل قالوا نعم فقال الحمد لله رزقني أربعة أعضاء فأخذ واحدا وأبقى ثلاثا فالحمد لله على ما أخذ والحمد لله على ما أعطاه هذا النوع من التلذذ بالمكاره إنما يتمتع به أهل هذا الشان الذين عرفوا حقيقة التزكية فنظروا إلى كل شيء مما يجري عليه من قدر الله على أنه قربة لله عز وجل حين ينظرون إلى الحسنات وهي تتكاثر وإلى السيئات وهي تتناثر وإلى الدرجات وهي تسمو وترتفع فهذا ينسيهم كل شيء مما يحدث في أبدانهم ومما يحدث في أموالهم ومما يحدث في أهليهم ذلك لأنهم ما خلقوا لهذه الحياة الدنيا إلا من أجل هذا أي إلا من أجل أن يحققوا الحسنات كثرة ليتقربوا بها إلى الله ومن أجل أن تحط عنهم الخطايا والسيئات حتى يتطهروا ويطيبوا ومن أجل أن ترتفع لهم الدرجات لينالوا بها أعلى درجات الجنان ولكل درجات مما عملوا وهؤلاء هم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم وهم الذين قال الله فيهم في آخر سورة الزمر وهو يمدحهم جل جلاله بأجل مدح وأكمل مدح وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتح تبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبة فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين اللهم نسألك يا ربنا في ختام مجلسنا هذا أن تجعلنا من عبادك الصالحين ومن عبادك الصادقين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن لقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حيثنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر أهمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر